موسيقى موسيقى أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدر أعلن مصدر في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفت تأجيل مشاورات جنيف التي كان من المقرر انطلاقها اليوم الخميس ونقلت وكالة الأنظر عن المصدر أن المشاورات لن تعقد في الموعد المقرر لها دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول موعد جديد لانطلاقها تأجيل المفاوضات جاء بعد أن امتنع وفد الانقلابين عن مغادرة صنعاء إلى جنيف وتقديمه العديد من الاشتراطات من ضمنها سلامة العودة ونقل قيادات وجرحة إلى الخارج نتوقف عند هذا الخبر لنقش في محورين هل يمكن القول أن الميليشيا تسعى إلى وعد المفاوضات قبل أن تبدأ؟ ولماذا لا تتخذ الأمم المتحدة موقفا واضحا وصارما من توجهات الانقلابين المعرقلة لمساعي السلام في اليوم؟ هذا وشدد المبعوث الأممي على أهمية التوصل لحل سياسي شامل للنزاع في اليمن وقال خلال لقائه اليوم بوفد الحكومة الشرعية إن الشعب اليمني الذي يعيش ظروفا أمنية واقتصادية وإنسانية صعبة للغاية يأمل في إيجاد تسوية سريعة للنزاع وعرب غريفث عن أمله في حضور وفد ميليشيا الحوثي من أجل الدفع بالعملية السياسية قدما مضحان أنه يبدل كافة الجهود لتدليل العقبات وإحراز التقدم في المشهورات جولات كثيرة تنقل فيها غريفث بين صنعاء أوعدان والرياض من أجل إقناع الأطراف اليمنية بالعودة مجددا إلى سويسرا التي غادرتها الأطراف اليمنية مرتين دون إنجاز يذكر وحين اقتنعت الأطراف بعودة ثالثة وقبل ساعات فقط من انطلاق المشاورات التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم السادس من سبتمبر الجاري ظهر المبعوث الأممي ليؤكد أنها قد تتأجل لبعض الوقت وربما لكثير من الوقت أما عن سبب التأجيل هذه المرة أن وفد ميليشيا الانقلاب لم يغادر صنعاء كما كان متفقا عليه لماذا لم يغادر؟ هنا يتعلل الانقلابيون بأسباب كثيرة من ضمنها أن الأمم المتحدة لم توفر تصريحا للطائرة العمانية التي من المفترض أن تقلهم إلى جنيف ويتهمونها أيضا في بيان نشرته قنواتهم الرسمية بعدم توفير ضمانات حقيقية لعودتهم فور انتهاء المشاورات هذا ما يبدو ظاهريا في تصريحاتهم لكن المتابع للوضع يدرك جيدا أن للميليشيا شروطا أخرى من ضمنها السعي لنقل قيادات إلى الخارج وفتح جبهة أخرى تشتغل في الأروقة الدولية ويكون لها حرية التنقل والعمل بالإضافة أنها تريد استحاب بعض القيادات ممن جرحوا في الحرب للعلاج وهذا ما لا تنكره الميليشيا بل هو ما تقره وتؤكد أنه كان محل اتفاق مع المبعوث الأممي أثناء الاتفاق على تحديد موعد لانطلاق المفاوضات الواضح أن الميليشيا تشتغل على حاجة الأمم المتحدة لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني بعد أعوام من العمل لا مثمر وتريد تحقيق مكاسب من المشاورات حتى قبل أن تنطلق لكن الغريبة هو عدم تعليق المبعوث الأممي على ما تشترطه الميليشيا باستثناء إقراره بأن المشاورات قد تتأجل لبعض الوقت فهل يريد المبعوث الأممي إحراج الحكومة الشرعية والتحالف العربي وإجبارهما على تقديم نوع من التنازلات ربما فالواضح أن تعامله مع الميليشيا يفتقد للصرامة التي يفترض أن يتصرف بها وهو الممثل الحصري لأرفع منظمة دولية في العالم أرحب بضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث سينضم إلينا من صنعاء المحلل السياسي عبدالوهاب الشرفي ومن العاصمة العمانية دكتور الأكاديمي والخبير الاستراتيجي دكتور عبدالله الغيلاني وأيضا سينضم إلينا من جينيف الكاتب الصحفي نبيل الأسيدي أبدأ مع ضيفي من صنعاء عبدالوهاب الشرفي أهلا بك أستاذ عبدالوهاب لماذا تسعى الميليشيا إلى عرقلة مفاوضات السلام بسلام خير لكم وإذنك الكريمين وإذنك المشاهدين الكارم هو بالطبع في ظل ما تواثر الآن المعلومات من تفريح فالأمر يصعب أن توجه هذه التعمة بالنسبة لطرف صنعاء على اعتبار أن طرف صنعاء هو يتحدث عن أنه لم يمنح تفريح للطائرة التي ستوكله وهذا الأمر إذا حملت مسؤوليته فيجب أن تحمل بالنسبة للمبعوث الأممي المبعوث الأممي كان يجب أن يكون لديه فريق فني يتولى هذه المسألة وإنجازها بشكل كامل قبل أن يحل موعد المخاورات كان يجب أن تناكش التفاصيل التي يسمى الحديث عنها وعن يمنح التركيص وكل هذه المسألة كان يجب أن يتولى عن مبعوث الأممي أو مكتبه أو أي فريق فني سابع له وفي حالة أن هذه المسألة أنجزت في وقتها أحيانا يمكن أن يحمل أطراف صنعاء أنهم لجعوا بشروط جديدة وأنهم تلكوا أو أي ثوم أو قرأ لكن في ظل أن هناك تكسير فني في عملية الترتيبات لوصول الواء أستاذ عبدالوهاب بالنسبة للتصريح طائرة وفد الحوثي المتجه إلى جينيف أعتقد أن وزير الإعلام عمر الإيراني كان نشر في وقت سابق تصريح بيحص هذه الطائرة الموضوع الثاني أن تقول أن هذه التفاصيل كان يفترض أن يتم مناقشتها فنيا قبل مع المبعوث الأممي لماذا أيضا اشتراطات الحوثيين لماذا لم يتم وضعها من قبل أثناء الترتيب لعقد المفاوضات لماذا تم الإعلان عن هذه الاشتراطات الآن لأنها متهمة بهذا الإعلان في هذا التوقيت الحرج أنها تسعى للعرقل لا أكثر هو بحسب تصريحهم هنا في صنعه بأن هذه المسائل كانت تدنوكت أساسا هو يقول هكذا المبعوث الأممي لم يدعي بأي تصريح أكثر من إطلاق تفاؤله مرتين بالأمس واليوم وطرف التحالق فاقت أيضا ليس هناك أي طرف يتحدث إلا برصنعه ويقول بأن هذه المسألة هو ها على كل حال يظل المسألة متعلقة بالتكسير المخاوف لتأطرق صنعانة تصور أنها مبررة لأنه هناك كلمتين سابقتين يخرج الوقت ويمنع من العودة المرة السابقة انتظر ما يمتارب ثلاثة أشهر الآن أيضا أنه إبتت أشهر وهو عالف في أمان ولم نسمح له بنا وذلك هناك مخاوف معينة كان يجب أن يتم الترتيب ووضع التطمينات اللازمة لما يتعلق بالطائرة إذا كان الاهتمام عليكم يا أمانية وإن كانت المسألة متعلقة بالجرحة فإلى حد الآن لم يوضح أن هذا الأمر لم يكن متفق عليه مع المبغوثة الأممية أو على الأكل لم يكن كثثة مع المبغوثة الأممية هذا الأمر يوى تدعيه الآن في الصنع وليس هناك أحد تذبها أو ألت على هذا الأمر وبالتالي نحن نكف عند هذه طيب نشرك معنا بالنقاش أيضا الكاتب الصحفي نبيل الأسيدي من جينيف أستاذ نبيل من حيث أنت وأنت الآن ربما قريب من أجواء المفاوضات في جينيف ما هي آخر المعلومات بداية المتوفرة لديك هل حدد موعد قريب لعقد المفاوضات وماذا أيضا بالنسبة للاشتراطات المطروحة اليوم من جانب ميليشيا الحوثي في صنعاء طبعا كان هناك اجتماع صباح اليوم بين المبغوث الأممي ورئيس الوفدة الشرعية وزير الخارجية تكتر خالد الإيماني والأطراف الحكومة طرحت جعبها من عدم التزام الحوثيين بالوصول إلى موعد المفاوضات واعتبرت أن ما تقوم به من اشتراطات تؤثر عن تعلم وتواضح وإضافة إلى أن الحديث يدور بشكل واضح بأن الاشتراطات جاءت مؤخرا بينما كان هناك تنسيق وترتيب من قبل المبغوث الأممي خلال شهرين متتاليين ويتم هذا التنسيق الحديث طبعا عن أن هناك لا يوجد تنسيق ولا يوجد هذا أمر غير صحيح بالأكس نحن نعرف منظومة الأمم المتحدة وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التنسيق هناك بعض الاشتراطات ظهرت وهي إخراج عدد من الجرحة عدد من الأشخاص تحت مسمى الجرحة وطائرة بينما هناك اتفاقية الإخلاء الطبي الموقع من الأمم المتحدة وموافقة عليها من الحكومة الشرعية وتم إخلاء عدد من الجرحة سابقا خلال الشهرين الماضيين وهناك شكوك ومخاوف لدى الأمم المتحدة ولدى الحكومة الشرعية والتحالف بشكل واضح بأن هناك ما يقال بأنهم أشبه بالخبراء اللبنانيين من الحجب الله مهما كانت هذه المعلومة لكن المخاوص غير واضحة والإصرار على إخراج جرحة في التوقيت المؤين وفي الطائرة التي تدهب بهذا الوفد هذا أمر يثير الشك مهما كانت المعلومة دقيقة أو غير دقيقة لكن هذا الموضوع يثير الكثير من الريبة الأمر الآخر هي استراطة بأنهم يخشون من عدم إعادتهم أو من اعتقالهم إذا خربوا من اليمن وهذا أمر غير صحيح الأمر معروف أنه تحت مضلة الأمم المتحدة وتحت رعاية دولية وهذا الأمر معروف بأنه لن يتم أبدا لأن هذا مخالف حتى لكل الأنظمة والقوانئين الدولية والمعروف في سياق الأمم المتحدة الأمر الآخر أنه وفد الشرعية اليوم ووضعها مهلة محددة ما لم سينسحب وسيتم إلغى هذه المفاوضات هو وفد الشرعية يتقدم بخطوة بأنه وصل إلى الجنيف ووصل مع المبعوث الأممي كتحبير منه بأنه يريد السلام بعيدا عن الآمال والطموحات والناجمة عن هذا الحضور ولكن مقرد الحضور هو رسالة للمجتمع الدولي بأن الشرعية راغبة بالسلام ومهما كانت المتاعي بينما الحوثيين بإصرابهم خلال التطريح الوزيرة الخارجية التابعة للحوثيين في صنعاء يوم أمس وهو يتحدث عن تلك المخاوف ويتحدث عن عدم عودة الوقت واحتقاله كل تلك مبررات غير منطقية ما زالت نبعوث الأمم اليوم في بيانه قال بأنه يأمل من الحوثيين الوصول اليوم طبعا النقطة الرئيسية هي دائما في المباهات السابقة والمشاورات السابقة أن وفد الحوثي يقدم لكثير من الاشتراطات في لحظة الحرية يتأخر يوم أو يومين من أجل الضغط على المجتمع الدولي من أجل بعض الاشتراطات أيضا لإظهار جزء من القوة وأنهم متحكمون بالمفاوضات بالإضافة إلى مخاطبته للداخل بأنهم إذا وصلوا إلى جنيف وحضروا المفاوضات فإنهم حضروا باشتراطاتهم وتقديم أنفسهم كمصدر قوة هناك ضغوط دولي يعني يريدون من خلال هذا الأمر إيجاد ضغوط في هذا السياق بينما الحكومة الشرية تلعب على سكرات بأننا أكثر استعدادا للسلام والمفاوضات طيب الحكومة وفد الحكومة الموجودة في جنيف طرح مهلة ربما لبقائه في جنيف هل حددت هذه المهلة؟ هو كان في بداية المفاوضة يعني اليوم كان يطرحون بأنهم إذا لم يصل الوفد في نهاية هذا اليوم فإنهم سيتحبون لكن المظلوث الأممي حاول أن يمدد الفترة ويأمل بأن يبقى الوفد ليوم آخر لكن ما زالت الأمر مفاوضة جارية في هذا السياق ما بين الوفد الحكومي المشتع جدا وأيضا يطالب بتحميل جماعة الحوثي التعثر هذه المفاوضات بشكل واضح يعني خاصة أن المظلوث الأممي كانت لغته في البيان لغة دبلوماسية أكثر من كونها تحميل طرف من الأطراف مسألة إفشال أي مفاوضة بمشاورات طبعا الأمر المهم في هذه المشاورات أنها سيكون هناك اجتماع واحد الاجتماع الأولي والاستتاحي ستلقى كلمتين من قبل الكلمة من قبل المبغوث وكلمتين من قبل رؤساء الوفود فقط ومثلما ستكون المشاورات كل طرف على حجة وبالتالي ستكون الأمور محصورة إما في التفاوض على إطلاق بعض الأسرة وأيضا إعادة بناء أثقاء من أجل المفاوضات القادمة مهما كانت المتائج متواضعة أو إلى أن الشعب اليمني بفعل هذه الحرب التي أنحكت يأمل في أن تخرج بنتائج على الأقل للتخصيص من وضع الوضع الاتفادي من تخصيص من هذه الحرب القادرة التي فرضت على اليمنيين بشكل عام أيضا لمعرفات ما يدور في رأس هذه الجماعات والأطراف إن كانت حكومة أو كانت ميليشيات أو كانت انقلاب من أجل أن يعرف على الأقل مستقبله ولو بشكل مطمئن أشارك معنا من مسقط الأكاديمي والخبير الاستراتيجي العماني دكتور عبدالله الغيلاني أهلا بك دكتور عبدالله مرحبا بك وضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء موقف ميليشيا الحوثي الأخير فيما يخص الاشتراطات التي قدمتها وصف بأنه موقف معرقل لجهود الأمم المتحدة والمفاوضات القادمة كيف تقرأ هذا الموقف والاشتراطات الموضوع من قبل ميليشيا في سياق هذا الموقف أو ضمن هذا الموقف نعم بسم الله الرحمن الرحيم أنا في تقبيري الإغراق في التفاصيل والجزئيات والشكليات غير مجدي يعني الحديث عن هذه المسائل اللوجستية والإجرائية يعني ليس مجديا ولا يضيج شيء المهم هو الجوهر بمعنى أن نحن ينبغي أن نطرح أسئلة صميمية تتناول جوهر الموضوع وليس هذه الشكليات هذه يمكن التغلب عليها لأنها قضايا فنية وقضايا لوجستية على المستوى الجوهري أنا أتساءل يعني ما هو الجديد يعني ما الذي تغير ما هو الفارق بين هذه المفاوضات التي يفترض أن تبدأ اليوم أو غدا أو بعد غد وبين المفاوضات التي سبقت في الكويت وفي المسقط وفي غيرهما ما الذي تغير مسألة أخرى هل هذه المفاوضات تجري على قاعدة المرجعيات الثلاثة التي تم الاتفاق عليها ونسفها الحوثيون في غير مرة القطار الأممي 2016 الحوار الوطني المبادرة الخليجية هل ما زالت هذه المرجعيات أي ويعترف بها الطرفان وبالتالي سوف تشكل هي المرجعية الركنية لإجراء هذه المفاوضات مسألة ثالثة هل الحكومة الشرعية التي تمثل الأطرف الآخر هل الحكومة الشرعية حكومة الرئيس هذه تملك من أمرها شيئا هل تستطيع فعلا أن تمضي قدما في عقد اتفاق سياسي مع الحوثيين أم أنها مأسورة للتحالف والقرار النهاية سوف يكون للتحالف أيضا المعطيات على الأرض هل المعطيات على الأرض اليوم تمثل لهكذا مفاوضات انظر إلى معركة الحديد مثلا التي بدأت منذ أمد ليس بالقصير وتعثرت ولم تحقق يعني أهداف راتلية أشرت إلى نقطة مهمة دكتور عبدالله قلت أنه ليس من المجد اليوم الحديث والخوض في هذه التفاصيل لأنها مضيعة للوقت التركيز على المضمون ربما ومن الذي تغير عن فاوضات سابقة برأيك لماذا ميليشيا الحوثي تصر في اللحظات الأخيرة على هذه الاشتراطات وهذه التفاصيل اللوجستية التي كان يفترضا يتم مناقشته والاتفاق عليها مع المبعوث الأممي في وقت سابق أنا أتصور أن الحوثيين يعتبرون قبولهم مجرد القبول من حيث المبدأ بالدخول في تفاوض مع الحكومي يعتبرون هذا تنازل وتكرم وبالتالي ينبغي أن يحصلوا ثمن عليه وهذا الثمن هو الذي يحاولون أن يتفاوضوا عليه الآن قضية الجرحة وقضية يعني التعلم ببعض المسائل اللوجستية فيما يتعلق بضمان يعني عودة الوهد للأخير فهم يعتبرون هذا تنازل منهم وبالتالي ينبغي أن يدفع لهم ثمن مقدم هذا من جهة من جهة أخرى التحالف اليوم في أضعف حالاته يا أخي التحالف هو الصاحب القرار الرئيس في جنوب اليمن وفي شرق اليمن أي في المناطق المحررة التحالف اليوم ليس في أفضل حالاته نحن نشهد في هذه اللحظات الحرجة أن هناك يعني احتجاجات واسعة تشتاح كثير من المحافظات اليمنية تنادي بخروج التحالف الحوثيون يدركون هذه المعادلة يدركون أنهم لا يتفاوضون مع حكومة الرئيس هادي وإنما يتفاوضون مع التحالف التحالف في حال الضعف اليوم على المستوى العسكري هناك تعثر في العمليات العسكرية لم تنجز عمليات التحرير لا في تعز ولا في يعني الحديدة ولا في غيرهما على المستوى السياسي كذلك على المستوى الإنساني على المستوى السياسي اليوم هناك يعني هذه الهبة الاحتجاجية التي تشترح المدن والمحافظات اليمنية تنادي بإخراج التحالف الحوثيون يدركون هذه المعادلة وبالتالي أنا أتصورهم يريدون أن يستثمروا هذه اللحظة يعني التاريخية في إملاء شروطهم وفي التلك وفي انتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات القبل يعني هم يتعاملوا مع المفاوضات ومع أي فعل سياسي بهدف الاستثمار الشخصي لهذه الجماعة إذن هم كما تريد أن تقول هم بعيدين عن أي مساعي للتخفيف من معاناة الشعب اليمني هذه نقطة النقطة الثانية عندما تقول أن هل الحكومة الشرعية تملك من قرارها في شيء أم هي تابعة للتحالف والتحالف من يملك الحق الكلمة الأخيرة أيضا هل مليشيا الحوثي اليوم هي من تملك كلمتها والقرار الأخير أم هي بانتظار ما يأتيها من الضاحل الجنوبية وطهران كلا الحوثيون لا يمكن قرارهم بالتأكيد الحب السري للحوثيون في طهران هذا أمر مسلم به ولكن أتحدث عن الطرف الشرعي عن الحكومة الشرعية يعني هي ذهبت إلى جنيه فالسؤال هل تستطيع أن تبرم يعني اتفاق سياسي مبدأي مع الحوثيين دون العودة إلى التحالف أنا أقول لا ما زالت الحكومة سورة بشكل كبير جدا يعني للتحالف هذا من جهة من جهة أخرى المبعوث الأممي لم يطرح برنامجا سياسيا متماسكا يمكن للفرقاء السياسيين أن يجلسوا ويتفاوضوا عليه أنا في تقديري أن هذه المفاوضات هي مفاوضات إطارية لبناء استقال يعني مجرد الاكفاء على قضايا أولية الأسرة وغيرهم ولكن ليس هناك أجل يعني متماسكة مكتملة مطروحة يجري التفاوض عليها وبالتالي لا نتوقع من الجولة الأولى ولا حتى الثانية أن يتم الاتفاق على قضايا مبدئية حول مسألة التفاوض السياسي ولكن حتى هذا يبدو حتى مجرد الالفقاء هذا لم يتم بمعنى أن هناك يعني عند الحوثيين عندهم من الأسباب ما يجعلهم يتمردون على هذه المطالب ولا يسلمون للؤون المتحدة أنا يعني أتصور أن يعني المعطيات على الأرض ربما تميل قليلا لفالح الحوثيين وتعطيهم يعني هذه الميزة في التلك وفي المراوغة وفي عدم الاشتجابة لما يطلب منهم التعلوم بالقضايا الفنية هو مجرد التعلوم ولكن أنا كما قلت يعني الذي يعنينا هو الجوهر في المجمل في المجمل يعني لا أرى أن هناك أفق يمكن أن تصل إلي هذه المقاوضات بالنظر إلى المعطيات الاستراتيجية على الأرض وبالنظر حتى إلى الوضع الإقليمي يعني دول التحالف غارقة في همومها الداخلية تعاني من إخفاقات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي وضع إيران نسبيا نسبيا يعني أفضل من دول التحالف فيما يتعلق بعلاقاتها ببلاد المتحدة وعلاقاتها بالاتحاد الأوروبي فيبدو أن لا الوبع الإقليمي ولا الوبع الداخلي في اليمن يجبر الحرسيين أو يكرفهم على إعطاء تنازلات والإذعان لما يراد منهم سواء مقبل المتحدة أو مقبل الأطراف الإقليمية طيب أعود لضيفنا من صنعاء الأستاذ عبدالوهاب الشرفي أستاذ عبدالوهاب إلى متى تعتقد سيستمر هذا التصلب في موقف ميليشيا الحوثي أيضا هذه الاشتراطات المطروحة الآن ربما أنت قلت أنها مخاوف مبررة من نجهة نظرك لكن كما طرح الأستاذ نبيل من جينيف أن هناك تخوفات وحقيقية لدى الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي وعفوا الحكومة الشرعية أنه يتم تهريب تحت يافطة مسمى الجرحة قيادات وخبراء لبنانين وإيرانين لماذا الإسرار على إخلاء الجرحة في طائرة الوفد التفاوضي لماذا لا يتم في سياق الاتفاق الذي تم مع الأمم المتحدة الإخلاء الطبي يا سيد الكريم ربما حديث الأخير وعيضا الأخ الكريم من صفحة عمان هو نوع من الانتباعات وليس كراءة حدث الحدث هو تم بأن هناك اتفاق أعلم ورسميا وقبلت طرف صنع المجلس السياسي والمؤسمر رسميا ذهب إلى التفاوض هناك طلب وجه بتشكيل الوفد بإعادة تشكيله وبالفعل سمعت إعادة تشكيله جاءت لعوة الانطلاق لعوة الانطلاق كان يجب أن الترتيب كما قلت لك لا كان كثم ليس هناك أحد حتى إخلاء الجرحة بأنه مطلب جديد ولحظي التصريح من سلطة الصنعاء بأن هذا الأمر هو أمر طرح هذا المبعوث الأممي في وقته وليس الآن هناك انتفاقية للإخلاء الطبي مع الأمم المتحدة لماذا الإصرار على ربط إخلاء الجرحة مع الوفد التفاوضي هذا أمر كتم كان يجب أن وضح الآن المبعوث الأممي بأنه بالفعل لم يتم الحديث معه في هذا الجانب وأنه اشتراط جديد يعني أرادت منه طوضة صنعاء هذا وضع لكن أن يصمت المبعوث الأممي في ظل وجود خط سارع كما قلت لك بالموافقة وكشكيل الوفد وما إليه يظل أن النواية واضحة بأن أطراف صنعاء راهبون إلى التفاوض أطراف صنعاء كان لديهم تنازلات حتى في كضية الكبول إلى الذهاب من ضمنها كضية عدم مطالبة السم لوقف أصلاك النار الذي لو تراجئ أنت كان مطلبا ثابتا في كل المحطات السابقة الآن وافقوا وشكل الوفد وجاء موعد السحر أشكرك جزيلا من صنع عبدالله بالشرف في المحلل السياسي أعود لأستاذ نبيل أسيدي من جينيف أستاذ نبيل إذن في حال استمرار هذه الاشتراطات وهذا التعنت وتصلب في الموقف هل تتوقع تغير في موقف وتعامل الأمم المتحدة لا أعتقد أنا بوفق رؤيتي بأن هناك سيكون تغير في موقف الأمم المتحدة إذا حالة الصراع داخل اليمن بشيء بديهي جدا بأن الصراع هو أكبر مما ننظر له نحن على يعني وفق سياسة المفاوضات هناك مصالح أممية دولية وإقليمية فيه ونزاع إقليمي ودولي في ما يخص اليمن وبالتالي كما قال ضيفنا من من مفقاط بأن هناك الكثير من الأطراف الدولية كالتحالف وإيران وغيرها هي أطراف لاعبة إقليمية ومرتبطة أيضا بمصالح دولية كأمريكا وروسيا وبالتالي هناك إشكالية حقيقية لكن ما يهم في هذا السياق أن يصل اليمنين أيضا إلى أرض يراد منها تحقيق السلام أو حتى تكون أدوات الضغط على المجتمع الدولي المجتمع الدولي لن يمنح اليمن السلام إذا لم يرد اليمنين هذا السلام ولم يبحثوا عنه ولم يسعوا إليه إذا أراد كل طرف من الأطراف المواصلة الحرب فهناك الكثير من الأطراف الأقليمية والدولية من لديها كثير من المصالح وهناك مستعدة أن تمول ما دام تمتلك المال وبينما الضحاياهم من أبناء الشعب اليمني الأمر الآخر بأن انعكاساته على الوضع الميداني كما هو ملاحظ بأن كل الأطراف تسعى إلى ما زالت في نفس السياق تسعى إلى فرض آلية وسيطرة واضحة على الأمر يعني على الأرض الواقع هناك ملاحظة مهمة إذا لم ينكسر الحوثي عسكريا فإنه سيظل بالحديد والنار كل من يخالفه وفي المناطق التي يسيطر عليها وبالتالي هو ما دام هناك منطقة أو مساحة أو إيرادات تصل إليه وأدوات ألمية يعني أدوات الحجد الشعبي والتغرير بالأطفال وغيرهم وغيرها من أدوات الحجد ما دامت تلك الأدوات بيديهم فأعتقد بأن الحديث عن رغبة لإيمان الحوثي في السلام أمر صعب أشكرك جزيلا نبيل الأسيدي الكتب الصحفي من جينيف أختم مع ضيفنا من عمل أكاديمي والخبير العماني الدكتور عبدالله إذن الآن أمامنا موقف ربما اشتراطات لوفد الحوثي في صنعاء وأيضا اليوم هناك موقف لوفد الحكومة الشرعية يهدد بمغادرة جينيف إذا لم يصل ووفد ميليشيا الحوثي خلال اليوم أو ربما كما قال ضيفنا من جينيف أنه تاح فرصة ليوم غد ما الذي قد يترتب على هذه المواقف بالنسبة لتعامل ومعالجة الوضع من قبل الأمم المتحدة فأتوقع أن هذه الإشكالات الفنية سيصار إلى حلها ولكن كما قلت في مطلح هذا الحديث أن القضية الجوهرية هي هل يمكن لهذه الجولة من التطوض يعني أن تنجز شيئا هل يمكن أن يترتب عليه شيء أنا في تقديري أن هناك لابد من تحقق شروط انتفاء موانع هذه الشروط ليست متحققة وهذه الموانع ليست منتفية الأمر بالدرجة الأولى في تقديري بيد التحالف التحالف ينبغي أن يحرر قراره السياسي وأن يمضي قدما في إسقاط الحوثيين وفي تحرير اليمن هذا القرار ما زال معطلا وهذه الإرادة لا زال التحالف متلكئا فيها التحالف عليه أن يطلق سراح الحكومة اليمنية الشرعية ويمكنها من ممارسة مسؤولياتها في الأبات المعررة هذا لم يحدد والحوثيون يقرؤون هذا المشهد يعني قطعا هناك ثلاث قوة إقليمية ثلاث قوة إقليمية ينبغي أن تضغط في اتجاه العل السياسي لأنه بعد هذه الحرب الضروسة التي مضى عليها أربع سنوات بات جليا أنه ليس لليمنيين إلا أن يقلسوا على طاولة التفاوض وأن يحلوا هذا الإشكال ولكن إدارة الصراع يا أخي الكريم لا تكون بالنوايا الحسنة وبالكلام المعصول إدارة الصراع تحكمها وقايا على الأرض هذه الأطراف الثلاث هي المملكة العربية السعودية إيران وسلطنة عمان هذه القوة الإقليمية الثلاث إذا ضغطت في اتجاه الحل السياسي فأنتصور سيكون الحل ممكنا وما عدا ذلك سيبقى تفاصيل وحديث في يعني مسائل هامشية ثانوية لا تجدي شكرا جزيلا لك عبدالغيلان الأكاديمي والخبير السراتيجي العماني كنت معنا من مسقط وإيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زواء الحدث في الختم تحيي الطاقب برنامج ومنتج هذه الحلقة زميل مهرب شكرا جزيلا لك